وحدة جياع سوريا ولبنان سنة 1997 أطلق الشيخ صبحة فيلي ثورة الجياع احتجاجا على أمرين أول أمر هو تردي الأوضاع المعيشية تاني أمر هو رفضه للتبعي لشخص حسن نصر الله ضمن بيئة حزب السلاح الفارسي خصوصا والبيئة الشيعية عموما عرض الحزب قرار أمينه العام المؤسسي اللي هو الشيخ صبحة فيلي وبـ 24 كانون التاني سنة 1989 أعلن حزب السلاح الفارسي فصل الشيخ صبحة فيلي وبعد ستة أيام بالضبط شن هجوما على مقر الشيخة فيلي بحوزة عين برداي بمنطقة بعلبة أسفر الهجوم عن مقتل الشيخ خضر التليس أحد مؤيدي الشيخ تفيلي انطفت ثورة الجياع وما حققت هدفها مش لأن ما كان فيه جياع في لبنان علما بأنه الشيخ صبحة فيلي كان قد بدأ بتحقيق تأييد واستقطاب أنصار ببلدات ومناطق شيعية سنية بالبقاع وببلدات ومناطق شيعية مسيحية بين محافظتين جبل لبنان والشمال على السفح الغربي لسلسلة الجبال بل لأن الجميع نفضوا إيدهم منها وتخلوا عنها بالداخل والخارج على حد سواء ووقفوا إما على الحياة أو في صف محور إيران ونظام الأسد أثناء التحضير لانتخابات العام 2009 اشتهت شخصياً ومن دون تكليف لمحاولة تحقيق تحالف بين حركة 14 أدار والشيخ تفيلي وفوجئت بأنه ما وضع أي شرط لقبول التحالف سوى الحصول على محكمة علنية ولما انعرضت الفكرة على كبيري قيادات 14 أدار رحيمهما الله قال لي أحدهما من بيقدر يوعد بمحاكمة علنية بتفضح كل الطعم السياسي الحاكم بالبلد وبالإقليم وتسأل الشخص التاني الكبير بده الشيخ صفحي إنه يقتلونا كلنا بعده الشيخ الطفيلة عم يمارس حياته السياسية بعين برضاية مع فارق بسيط إنه بلشنا نسمع همس أمريكي وله صوت مرتفع قليلا يحذر من ثورة جياع جديدة بتوحد شعبي سوريا ولبنان ضد الفساد الحاكم للشعبين ما لم يبدأ تغيير سياسي بانتخاب رئيس جمهوري لبناني غير منحاس يعني يضمن تأليف حكومي من النخبة يعني تعمل على إنجاز إصلاحات طلبها البنك الدولي لاستباق خطر إنعكاس الثورة السورية الحالية على الاحتلال الفارسي المسلح في الدولتين لأن يمكن لهذا الإنعكاس أن يشعل صراع يؤثر على المسار المطلوب لتأمين وصول ثروة المتوسط الغازية إلى أوروبا المحرومة من الغاز الروسي وتحتاج إلى غاز المتوسط لتأمين الدفع لشعبها قبل فصل الشتاء اللي يتوقع أن يكون شتاءاً قاسياً جليدياً فهل يصل غاز المتوسط وتحديداً غاز لبنان إلى أوروبا عبر مسار إسرائيل أبرس اليونان أم عبر مسار إسرائيل تركيا أوروبا أم عبر مسار إسرائيل مصر أوروبا لبنان لبنان بكل الأحوال ما نصحب قرار لتحديد مسار غازه لأن المسارات التي تمر عبر إسرائيل يلي ما بطربتو فيها علاقات ديبلوماسية أو اتفاقيات تطبيعه علماً بأن بعض الغاز اللبناني ستتولى شركة التوتال الفرنسية تصديره وهالشركة هاي الفرنسية مرتبطة علاقات ديبلوماسية بدول المسارات التلاتي كلها وبيبقى لبنان أسير ديمقراطيته التوافؤية يلي بيتغنى فيها باعتبار أن هالسبيل الوحيد لتأمين توافق مكونات المتعددة على حلول لأزمات المتعددة ولكن الحقيقة أنه لبنان أساء حتى لديمقراطيته التوافؤية لأنه نقد الشروط التلاتي الإلزامية اللي إذا لم تتأمن لا تقوم الديمقراطية التوافؤية وبدل النخبة حكمت الطغمة يعني جنتها يلي هي منظومة تحالف المال القذر وسلاح الغدر وحكموا بلبنان التافهين بدل منحهم من الحكم وبدل ما يكحلوها عميوها على أولة المثل الشعبي وعينوا غير المؤهلين في مناصب إدارية فسيطر الفساد على القطاع العام بمجمله وصار عنا كورابتد بابليك سكتر شو بيستفيد لبنان من الشروط اللي وضعها صندوق النقد الدولي وشو بيقيلوا منها ويلا أن ما تحقق منها أي شرط لتأمين الدعم لخبطة التعافي مصدر مالي رفيع بيعتبر أنه لبنان فشل في أعداد قانون الكابيتال كونترول مثلا للحفاظ على ودائع المواطنين لأن قياسا إلى قبرص أعدت قانونها في ثلاثة أيام لمن وقعت أزمتها المالية لبنان يضيف المصدر المالي الأرفع وليس الرفيع فقط لم يقر قانون الكابيتال كونترول على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنين على الأزمة لأن ما بقي بالبلد كابيتال تو كونترول وقالها باللغة الإنجليزية وشدد على أنه لا يمكن فرض إصلاحات البنك الدولي إلا عبر فرض منصة بلومبرغ يلي بتجرد ما يسمى زعما جمعية مؤسسة القرض الحسن وغيرها من الثروة النقدية وبيحرمهم من القدرة على تويد الأموال وفق ما هم متهمين به الناس اللي بتفكر بتعرف أنه ثورة الجياع الجديدة جدية أكثر من أمها اليتيمة ثورة الجياع الجديدة إلها أمه وبأي وإلها دعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر